نحو مئتين من أصحاب اللحة من مختلف الأشكال تجمعوا من أجل استعراض لحاهم في مسيرة بأحد شوارع ستوكولم نظمها ناد عالمي للحة يطلق عليه بيردد فالنز أو الملتحون الأشرار وذلك ضمن فعليات اليوم العالمي للحة والذي أقيم هذا الأسبوع في السويد وعقب المسيرة أقيمت مسابقة تنافس فيها العديد من المصففين على الفوز بلقب أفضل مصفف لحة في السويد وذلك بحضور 500 شخص تقريبا وخلال التصفية النهائية تبارى خمسة مصففين فيما بينهم لإظهار مهاراتهم والفوز بلقب أفضل قصة لحية وذلك تحت إشراف عدد من الحكام وبعد تنافس بين المصففين استغرق 45 دقيقة شمل الحلاقة والقصات والتشفيف فاز مصفف يدعى أمين إيران مانش باللقب وقال جاك لادلو حكم المصابقة إن فوز إيران مانش يرجع إلى اهتمامه بكل التفاصيل وطريقة تعامله مع العارض وابتسامته طوال المصابقة بينما قال إيران مانش إنه اتبع نفس الطريقة التي يعمل بها داخل صالوني شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة